العائدون من هولوكوست الحد الجنوبي أو الناجون من الموت أو الهاربون من المحرقة كلها توصيفات تطابق واقع آلاف اليمنيين ممن جندوا للدفاع عن الحدود السعودية الجنوبية وتمكنوا من العودة مؤخرا اللجنة المنظمة لفعاليات الاستقبال قالت إن عشرات الجنود تم استقبالهم وإعدادهم للقتال في تعز عطفا على الدعوة التي أطلقها قائد المقاومة الشعبية في تعز حمود المخلافي نهاية أغسطس الماضي تلك الدعوات جاءت بعد أن تمنع التحالف لسنوات من تحرير محافظة تعز التي لا تزال ترزح أجزاء منها تحت حصار الميليشيا وقصفها الذي لم يتوقف مصادر خاصة قالت لقناة بلقيس إن هناك أيضا معسكرات مماثلة لهذه الموجودة في مارب ويجري فيها تجهيز ألفي مجند لذات الغرض المتمثل في تحرير المدينة الاتجاه نحو الاعتماد الذات لخوض معركة التحرير من الميليشيا ربما يقود إلى فراق مع التحالف الذي وقف حجر عثرة أمام تحرير المدينة خلال الأعوام السابقة وتلك معركة أخرى على اليمنيين خوضها آجلا أم عاجلا وفي هذا الإطار يتساءل مراقبون ما الضامن بألا يقصف تحالف أي قوات تتحرك نحو تعز مثلما قصفت طائراته قوات الجيش الوطني على أبواب العاصمة المؤقتة عدن ترجمة نانسي قنقر